تحت رعاية اسم الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للعمال الخيرية وشؤول الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياض رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وقيم سباق ماراثون هاربرو الخيري بتنظيم من شركة جي اف اتش العقارية والمؤسسة الخيرية الملكية وبالتعاون مع لجنة عدائي البحرين حيث يذهب ريعه لدعم وإتاحة فرص العمل للأرامل في مملكة البحرين من خلال مشروع المطبخ الانتاجي والمقدم من المؤسسة الخيرية الملكية وقال سم الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن سباق ماراثون هاربرو الخيري يعكس الدور الإنساني للرياضة إذ لا تقتصر أهمية الرياضة على التنافس والسعي نحو تحقيق الألقاب بل تتجاوز ذلك عندما يتم تسخيرها لتحمل في مضامينها معاني وقيم نبيلة لتصبح بذلك وسيلة هامة في خدمة وتعزيز العمل الخيري وأكد سمو أن حرص المواطنين والمقيمين على المشاركة في مثل هذه الأنشطة والفعاليات يعكس حجم مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة في الحفاظ على سلامة وصحة الإنسان ودورها في تعزيز نشاطه وبث مشاعر السعادة والرضا في نفسه إذ أنها وسيلة رئيسة لتغذية الجسم باللياقة والطاقة والقوة التي تمكنه من العطاء والإنجاز في حياته مشيرا سمو إلى أهمية زيادة تنظيم مثل هذه المناسبات التي تشجع الناس على القيام بنشاطات بدنية والانتظام في ممارسة الرياضة وأشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بجهود شركة جي اف اتش العقارية في تعزيز القيام الإنسانية عبر تنظيمها مثل هذه الأنشطة والفعاليات التي تحمل معاني وقيم النبيلة وتعكس الدور الذي تطلع به الشركة في تعزيز مبدأ المسئولية الاجتماعية مثل ينسمو على جهود كافة المنظمين الذين أسهموا بخروج السباق بصورة مميزة ورائعة وبلغت مسافة السباق الذي انطلق من موقع مشروع هاربرو بمنطقة المرفأ المالي كيلومترين وقد ألقيت قبل بدء المراثون الذي شهد مشاركة أكثر من مئتي شخص يمثلون مختلف الفئة العمرية كلمات من الجهات الراعية والداعمة بعدها أعلنت اللجنة المنظمة عن انطلاق السباق وسط أجواء من الحماس والفرح